كيف تحبين الناس؟ كيف تحبين الناس؟ كانوا فرحانين وغناء الكلمات وانا كنت سعيدة وفرحة حيث نعرض في كل العالم ولكن كل جمهور يعرف الكلمات ويعرف المعنى وذلك شيء وكانت فرصة لنشوف الناس اللي عجبهم زي عمل التمبو والريذم والتخلط بين الأنواع في الموسيقى والكلمات بقي السعيب عليها شوية نحاول ولكن دارجة كانت بحل عيشة في الديناي ديالي ما نقدرش كيف شرح لك فرش كنت صغيرة في يوم طفولتي ديما الكبر حاولي اهدرو بالدارجة وخاما ما درستها في سكويلة زي ما بغيت نعرفها وفش بديت نغني بالدارجة حسيت بحل لقيت اللغة الحب ديالي واللغة القلب وبيديت نغني غير بدارجة عجبني الحل وهدي اللغة تجداتي طبعاً وبنسبة لي بغيت تكون بحل انجلي ديال العالم كله زي ما احنا في المغرب ديما كانت عندنا علاقة مزيانة ماشي زي ما غير دابة بدينا بدينا من شحال هدي وشحال هدي احنا تنكبرو تنسمعو المعاودات ديال الماضي ماشي غير دابة دابة مع الاتفاق ودك شي احنا مخصناها زي ما غير الاتفاق باش يقولون احنا عنا زي ما تاريخ طويلة ومشتركة من زمن تقافة اليهودية تقافة اليهودية معلقة مع التقافة المسلمين في المغرب وديال الامازيغيين احنا شوية من كل شي انا منسبة لي انا شوية امازيغية عربية يهودية كل شي عايش في الداخل ديال هاوية ديالي ما بغيتش نختار بغيت نكون كل شي وهد شي مزيان باش مغرب زي ما تعاون القادية دابة بين اليهود والعراب حتى في الشرق الاوسط يمكن هي تعطينا الراي باش باش ان شاء الله نقدروا نعيشوا بحل في الهادوك اليام بالسلام وبتعايش وبالاحترام هد شي خاصنا في الارد ينا كن بريكم بزاف اشن غول لي بارك فيكو